السلام عليكم طبعا ما ينفعش يكون فيه ترند طالع كده وانا ما جربوش بس لازم برضو ان انا اعمله بطريقة صحية من الشكل كده طبعا انت عرفت وان اعمل ايه هنعمل البروكيز بس هعمله بطريقة صحية من غير دقيق وكمان من غير زبدة ومن غير سكر صحي وسعرات الحررية مناسبة وهعمله كمان بمكونات بسيطة متوفرة في البيت مناسب للضايت العادي وكمان مناسب لمرضة السكري طريقة تحضيره سهلة في سواني كده بيكون جاهز طعمه حلو قوي قوي بجد لما تجربوا الوصفة دي هترجعوا لازم تكتبولي في التعلاقات رأيكم فيها ايه باقل المكونات وكمان اقل الصعرات يلا بينا نعمل البروكيز هنعمل طبعا البروكيز ده على مرحلتين المرحلة الاولى هي وصفة البرونس البرونس كيك انا هعمل البرونس كيك من البطاطا معايا حبة من البطاطا حجمها صغير ودي بطاطا مسلوقة بالمية بس بعد ما قشرتها بالشكل ده الوزن بتاعها مية سبعة وخمسين جرام او بطاطا واحدة كده تكون حجمها صغير بنسلوقها وبعد كده بنقشرها ونستعملها حطيت عليها بيضة واحدة صغيرة وكمان رشة بسيطة من الفانيليا وهحط كمان دلوقتي للتحلية سكر سويتال ممكن تحطوا عسل مافيش اي مشكلة لو انتوا عايزين تبدله الا سكر الدايت بعسل مافيش مشكلة بالنسبة للدايت العادي انا هكتفي بس بكيس واحد من سكر سويتال طبعا السكر حسب التحلية وحسب ما انتوا عايزين بعد كده حطيت تقريبا معلقة صغيرة من الخل الابيض علشان ما نحسش بالزفارة بتاعة البيض وهنجيب الهند بلندر ونبدأ نفرم البطاطا مع البيض والفانيليا والسكر الدايت وكمان الخل لغاية لما يكون معانا القوام ناعم بالشكل ده دلوقتي بقى هنسيبه على جنب المادة الجفة اللي احنا محتاجينها او اللي انا هستعملها هو الشفان هجيب بقى دلوقتي الكبة وحطيت كمية من الشفان الحبة الكاملة وبعد كده طحنت بالمطحنة بالشكل ده كده انا محتاجة منه بعد الطحن نصف كوب بالاكواب العيارية بما يعادل 50 جرام تقريبا يعني اما نصف كوب بالاكواب العيارية من الشفان المطحون او بما يعادل 50 جرام دلوقتي بعد ما طحنت الشفان بالشكل ده جبت دلوقتي نصف كوب عياري واحط بقى دلوقتي لغاية لما يتمال معانا بالشكل ده بما يعادل 50 جرام تقريبا بعد خلاص كده ما بقى جاهز معانا مطحون الشفان هنحط بقى دلوقتي على البطاطا اللي فرمتها مع البيضة والخل والفانيليا والسكر الدايت بعد كده هضيف بقى دلوقتي الكاكاو انا بستعمل الكاكاو يكون بني غامق غير محلة فحط دلوقتي بمعيار المعلقة الكبيرة او بما يعادل معلقة الطعام معلقة كبيرة مليانة من الكاكاو وهنضيف كمان دلوقتي البيكنج بودر هنحط انا بستعمل بيكنج بودر النوع ده هنحط بقى دلوقتي بمعيار المعلقة الصغيرة اللي هي معلقة الشاي يعني معلقة صغيرة من البيكنج بودر خلاص كده تقريبا انا حطيت المكونات كلها هقلب بقى دلوقتي بالمضرب اليده وكده لغاية لما يختلطوا مع بعض وبعد كده هبدأ اخف القوام بالنسبة لمرضى حساسية الالبان او حساسية اللاكتوز مش لازم ان انتوا تحطوا اي منتجات الالبان في الوصفة يعني ممكن تبدله الخطوة لانا هعملها دلوقتي دمية مفيش اي مشكلة او حليب نباتي انا معايا هنا ربع كوب عياري اللي هو ساعة 60 ملي حطيت فيه حليب بالشكل ده طبعا اي نوع حليب انتوا عايزينه حليب كامل الدسم قليل الدسم او خالي الدسم زي ما تحبه بس انا بستعمل كامل الدسم ربع كوب بالاكواب العيارية بما يعادل 60 ملي وبالنسبة لحساسية اللاكتوز ممكن تبدله الحليب بالمية مفيش اي مشكلة خلاص كده الطبقة الاولى اللي هي طبقة البرونس بتكون جاهزة معنا وهو ده القوام المطلوب هنسيبها على جنب ويلا بينا نعمل الوصفة التانية او الخطوة التانية وهي الكوكز انا هعمل وصفة الكوكز دي من زبدة الفول السوداني والزبدة الفول السوداني دي انا بعملها في البيت بنعملها بس من الفول السوداني وده فيديو انا عملت معاكم قبل كده اللي هو اللي انا عرضاه في جنب الشاشة من تحت ده احط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف هنحتاج منه بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار مليانين بالشكل ده حطيت عليها بقى دلوقتي بيضة واحدة صغيرة وكمان كيس واحد من سكر آآ سويتال طبعا ممكن تستعمله اي سكر ضايت مناسب للضايت بتاعكم وهنحط كمان دلوقتي رشابن الفانيليا وهقلب بقى دلوقتي بالمضرب اليدوي في الاول كده بيبقى الخلط بتاع آآ زبدة الفول السوداني مع البيت صعب زي ما هتشوفه دلوقتي وهتكتل معاكم شوية برضو مفيش مشكلة بنفضل نقلب كده لغاية لما نحس ان البيضة وكمان زبدة الفول السوداني اختلطوا مع بعض كل شوية تحسوا ان هي لما تكده في في المضرب آآ تخبطوا المضرب بالشكل ده كده بتنزل معاكم في الطبق تاني خلطها في الاول بيكون صعب شوية لكن بعد كده بيختلطوا مع بعض وبعد ما خلاص اتأكدت ان البيضة اختلطت كويس مع زبدة الفول السوداني هنخلص كده المضرب من الخليط بالشكل ده كده وبعد كده جبت معلقة ولميت الخليط كله بيا علشان اتأكد ان هما تقلبوا مع بعض كويس هنا بقى الخطوة اللي انا هضيفها دي اختياري ممكن تحطوها او لا زي ما تحبوا بس في الوصحة الاصلية بيتحط شوكولة شيبس فانا حطيت بقى دلوقتي شوية بسيط كده من الشوكولة شيبس حوالي معلقة ونص من الشوكولة شيبس علشان تكون معانا في العجينة بتاعت الكوكيز وبعد كده هقلبهم مع بعض المادة الجفة بقى اللي انا هستعملها عشان تمسك لنا القوامي يبقى سهل ان احنا نشكل الكوكيز هي اه الشوفان المطحون هحط دلوقتي بمعيار المعلقة الكبيرة معلقة الطعام يعني معلقة كبيرة من الشوفان المطحون اللي عملنا في اول الفيديو حطينا في في العجينة بتاعت البراؤنز نص كوبة عياري بما يعادل خمسين جراب من الشوفان المطحون اما في عجينة الكوكز حطيت معلقة واحدة بس لها بمعيار معلقة الطعام ورجع تقلب تقلبت كده لغاية لما يختلطوا مع بعض وهيبقى سهل بقى دلوقتي ان احنا نشكل الكوكز اول ما تمسك معاكل عجينة بالشكل ده كده ويبقى سهل ان احنا نشكلها خلاص كده بتكون جاهزة معنا هنجيب دلوقتي الصينية الصينية دي اصغر صينية في الطاقم البيركس اللي هي رقم تلاتة اصغر واحدة وهجيب بقى دلوقتي ورقة زبدة ولازم نستعمل ورقة زبدة يكون نوه كويس عشان يطلع منها البروكيز بمنتهى السهولة زي ما هتشوفوا كده في اخر الفيديو هنحط بقى دلوقتي تقريبا كده تلات تربع الكمية بتاعت خليط البراونيس بالشكل ده كده مش هنحط النص لا يعني تقريبا تلات تربع الكمية ونبدأ ان احنا نفرده بالشكل ده كده لغاية لما نملى بيه الصينية خدوا بالك وحجمه لسه هيتضعف معنا تاني في الفورن آآ دلوقتي بعد ما فردت بيه الصينية بالشكل ده هجيب بقى دلوقتي معلقة وساوي السطح كده بالشكل ده كده وبعد كده بنمسك الصينية نخبطها على الرخامة عشان نتأكد ان الخليط تتوزع معانا في الصينية كلها بالتساوي نيجي بقى دلوقتي للخطوة التانية وهي خطوة الكوكز في الوصفة الاصلية بيبدأوا يحطوا كوكز كده بطريقة عشوائية زي ما بعمل كده وعلى فكرة مش شرط ان انتو تملو الصينية كلها كوكز لا مش لازم ابدا لان احنا بنحط آآ في النص وبنرجع نحط فوق كمان فيعني آآ مش لازم ان انتو تعملوا كمية كبيرة يعني من الكوكز ان انتو تعملوا طبقة في النص كاملة وكمان طبقة من فوق مش لازم ابدا علشان برضو ما نزودش في المكونات وما نزودش في السعرات الحرارية آآ انا عملت بقى دلوقتي بالشكل ده كده يعني هوا شايفين العجينة ما شاء الله جميلة جدا وبتتفرت بسهولة حطتها بقى دلوقتي بالشكل ده كده وهجيب باقي كمية الخليط اللي معايا وبقرر تاني مش لازم تقسمه الخليط بالنص يعني مجرد بس ان عايزة احط كده ان انا اغطي طبقة الكوكز مش اكتر من كده مجرد بس مسحة خفيفة من فوق بالشكل ده كده الاساسي معانا في وصفة الطبقة اللي تحت تكون سميكة شوية علشان تبقى متماسكة معانا خلاص كده بعد ما حطيت اللي هي الطبقة التالتة اللي هي غطيت بها كده الكوكز بالشكل ده خلاص بقى دلوقتي هعمل اخر طبقة معانا وهي باقي كمية الكوكز برضو هحاول كده ان انا هحطه بشكل عشوائي آآ بنعمله بالشكل ده كده ناخد كمية كده من العجينة ونبدأ ان احنا نحطها بالشكل ده كده لغاية لما نحاول يعني ان يكون آآ محطوط بشكل عشوائي كده هي الوصفة اساسا ان الكوكز بتحط كده بشكل عشوائي هحط بقى دلوقتي بالشكل ده كده وبعد ما خلصت كمية الكوكز كده هجيب برضو حوالي كده معلقة بس من زبدة الفول السوداني وابدأ اوزعها بشكل عشوائي كده عشان تكسر لنا اللون وكمان بتدي طعم حلوة قوي قوي آآ اعمله دايما زبدة الفول السوداني ارخص من ان انتو تشتروها وكمان بتكون انضف وبتعملوها بتبقى معاكو كمية كده في البيت دايما حطيت كده بطريقة عشوائية زبدة الفول السوداني على الوش كده علشان تدينا شكل حلو واحط بقى دلوقتي اخر حاجة معانا وده اختياري على فكرة آآ اللي شوكلة شيبس اللي احطتها شوكلة شيبس دارك فيها سكر دايت اصلا فالخطوة دي اختيارية ممكن لو ما فيش شوكلة شيبس ما تحطوهاش فانا هحط بقى دلوقتي على الوش شوية بسيط كده من الشوكلة شيبس الدارك والخطوة دي بقرر اختياري وزبط الشكل من فوق كده بالمعلقة يعني بحاول ان انا اخلي اللون الاصفر كده باين قوي زي ما بعمل دلوقتي وبعد كده هناخد الصينية دي واندخلها الفرن بتدخل على فرن سخن على درجة حرارة مية وتمانين في الرف الاوسط من الفرن. وده شكلها معانا في الفرن بتوعد حوالي خمسة وعشرين دقيقة. آآ وطبعا اول ما تبدأ انها تسيب ورقة الزبدة كده وتبقى آآ نشفة من فوق بالشكل ده بقى كده خلاص استود. بعد كده بنطلعها ونعمل لها اختبار بالخلة بتطلع معانا نظيفة وزي الفل. اهم خطوة بقى ان احنا بناخدها وندخلها التلاجة شوية عشان تتماسك معانا خالص. يعني انا دخلتها حوالي ساعة كده التلاجة وبعد كده تطلعتها وبدأت ان انا قطعها. ما تقطعاش وهي سخنة. هجيب بقى دلوقتي سكينة وهبدأ ان انا قطعها طبعا قطعوها بالحجم اللي انتوا عايزين. انا هقطع الوصفة دي لتمن مربعات بالحجم ده كده على فكرة المربعات حجم هي جبيرة ممكن تقطعوها اصغر من كده. انا قطعتها بقى دلوقتي تمن مربعات بالشكل والحجم ده كده. وبتكون معانا بقى بالشكل ده شايفين ما شاء الله جميلة جدا وده شكلها معانا من تحت مستوية وزي الفل. وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده بصراحة احلى كبايت شاي بقى. وتاكلوا احلى واجمل بجد حلوة قوي قوي. جامع بين الوصفتين. الوصفة بجد جميلة جدا. وده شكلها معانا من جوة في جوة بقى طبقة كوكز وكمان تحت طبقة كيك وفوقها طبقة كيك وفوقها طبقة كوكز بجد الوصفة حلوة قوي قوي. وكمان انا حاولت ان انا اعملها باقل المكونات وكمان باقل السعرات الحرارية. يلا بينا بقى دل وقت اقول لكم السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا تقريبيا كده. لو عملته زي ما عملت كده بالزبط بنفس المكونات بالزبط حتى لو حطيته هتكون السعرات الحرارية تقريبا ستمية وخمسين سعر حراري للكمية كلها. عملنا آآ تمن قطع حجمها كبير بالشكل ده. هتكون القطع الوحدة سعراتها واحد وتمانين سعر حراري تقريبا. يعني تاكلوا منها بقى زي ما انتوا عايزين. الوصفة سهلة وعملتها باقل السعرات الحرارية. القطع الوحدة واحد وتمانين سعر حراري تقريبا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. وترفع الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانة وعرف.